موسيقى صباح الخير أهلا بكم إلى موجز العاشرة من الوتيفي رأى النائب روجي عزار في مداخلة عبر الوتيفي أن الثورة فكر ومبادئ وقيادة ومشروع وبرنامج والذي يبني ثورته على الشتائم فهو ينفذ تصفية حسابات سياسية بقلة أخلاق موصوفة وشدد على قدسية حرية التعبير معتبرا أن الشتائم لا تمط إليها بصلة ولا تبني وطنا وإذ طلب عزار من القضاء التحرك بشكل جدي في هذا المضمار وقال التيار لا يشبه الشتامين ولكن التطاول عليه أمر مرفوض لأنه ليس بضعيف أو عاجز وإن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون فوق سقف الأذى وهو محصن بضميره وشرفه وأخلاقه أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارا بعزل الحي الحرج في منطقة الغبير جزئيا بعد ظهور عدد من الإصابات بفيروس كورونا فيه وطلب التشدد في مراقبة مداخله لتمكين الأجهزة الصحية من محاصرة الوباء ومنع انتشاره في سياق متصل نفت الأوتي في الخبر المنصوب إليها عن إصابة رئيس بلدية الغبير بكورونا أفادت غرفة التحكم المروري بأنه نتيجة أحصاءات الغرفة للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تبين وقوع تسعة عشر حادثا ما أدى إلى سقوط قتلين وخمسة وعشرين جريحا في الأخبار الدولية أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى كاركاس أن السفينة الإيرانية السادسة المتجهة حاليا إلى فنزولا تحمل مواد غذائية وهي تقترب في الوقت الحاضر من المياه الإقليمية الفنزولية وكانت إيران قد أرسلت قبلها خمس ناقلات للوقود بلغت مجموع شحوناتها قرابة 1.5 مليون برميل من البنزين إلى فنزولا التي كانت بأمس الحاجة للوقود بسبب الحاضر الأمريكي ختام الموجة الزعودة لمتابعة برنامج يوم جديد